أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة أشار الرئيس السيسي إلى أن مباحثاته مع نظيره السنغالي ماكيسال قد تناولت رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون وتنمية وشريان حياة جامع لجميع شعوب دول حوض النيل كما تناولت مباحثاتنا التطورات الخاصة بمنفر سد النهضة واستعرضت مع فخامة الرئيس السنغالي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامعا لشعوب دول حوض النيل حيث أكدت على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم نظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمني في هذا الشأن وذلك في إطار زمن مناسب ودون أي إجراءات انفردة